للحديث أكثر يلتحق بنا مباشرة من القاهرة رئيس مجلس إدارة وتحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط علي حسن أهلا بك سيد علي معنا بداية أبرز نتائج هذا اللقاء الذي جمع ولي عهد أبو ظبي بالرئيس المصري أولا من أهم ما أصفر عنه هذا اللقاء هو ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو إعلان أن يعلنه مجددا وهو أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمن مصر هذا أولا ثانيا أن هذا اللقاء يأتي أيضا في إطار التشاور والتنصيق بين الدول الأربع الرافضة لدعم الإرهاب وهي مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين تلك الدول التي آلت على نفسها أن تواجه الإرهاب والعنف في المنطقة وأن تدين هذا الإرهاب بكافة سعوري وأشكالي وأن تعمل جاهدة على وقف التدخلات الخارجية في شؤون الأقطار العربية على مواجهة التهديدات الإقليمية لأقطارنا العربية ولسيامة في دول الخليج رفض مساندة الإرهاب والدول الدائمة للإرهاب بالسلاح والدعم المادي والتخطيط والتنفيذ وكل هذه الأمور هذه الزيارة أيضا تأتي في إطاق التنصيق بين هذه الدول الأربع كما أشرت وأيضا هذه الزيارة تصب في إطار العلاقات الاستراتيجية بين مصر ودولة الإمارات وسبل دعم وتطوير وتنمية هذه العلاقات الأخوية الوطيضة التاريخية التي تصب في مجملها في صالح العمل العربي المشترك وفي صالح صيانة الأمن القوم العربي في مواجهة أي تهديدات يمكن أن تواجهه طيب سيد علي انعكاسات ذلك وأبرز ما جاء في هذا الاجتماع على العلاقات الثنائية وموقف الدول الأربع المتضافرة ضد الإرهاب أولا الدول الأربع هذه دول يشار إليها بالبنان الآن في وحدة الكلمة ووحدة الصف وأنا كرئيس لوكارة أنباء الشرق الأوسط أؤكد على وحدة الرؤى بين قيادات الدول الأربع أيضا هناك وحدة في الرؤى على المستوى الشعبي تأييد لقيادتنا في الدول الأربع تأييد لجهود الدبلوماسية في هذه الدول الأربع أيضا ولكل ما تتخذه من مواقف ومن سما فإن هذا اللقاء يصب أيضا في خانة العمل العربي المشترك وفي إطار تدعيم العلاقات بين هذه الدول الأربع في مواقفها الحاسمة في مواجهة ذلك الإرهاب والعنف بالفعل هذه الزيارة تأتي في إطار العلاقات الاستراتيجية بين مصر ودولة الإمارات وكما نعلم أيضا أن هناك علاقات استراتيجية بين هذه الدول الأربع فيما بينها والعمل العربي المشترك بينها متواصل وهذه الدول الأربع تحظى أيضا بتأييد شعب عربي كبير وبتأييد أيضا من العديد من الأنظمة العربية في مواقف هذه الدول الأربع الواضحة في التصدي للإرهاب والحيلولة دون تفاقم آثاره والحد منها والتشاور مع المجتمع الدولي أيضا والتنصيق بشأن مكافحة الإرهاب والحد من مخاطره وتجفيف منابعه وهذا الأمر تجسد أيضا في رؤية هذه الدول الأربع خلال اجتماعات الأمم المتحدة وخلال الكلمات التي ألقيت خلالها الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر الكلمات التي ألقاها العديد من قادة ووزراء هذه الدول الأربع التي عكست موقفها القوي الشجاع التاريخي في مواجهة الإرهاب والدول الداعمة للإرهاب بكل قوة وشجاعة وقد أصغى لما قالوه العالم أجمع واستمع إلى رؤيتهم الساقبة وما تقوله هذه الدول الأربع الآن هو محل تقدير واحترام المجتمع الدولي هناك تصريحات للعديد من رؤساء وقادة دول العالم التي أصبحت تسترشد بما تقوله هذه الدول الأربع من عبارات وقرارات ومقرارات وتوصيات فيما يتعلق بمواجهة الإرهاب والعنف الذي بات خطرا يتهدد الأمن والسلم الدوليين بحق ويستهدف النايل من مقدرات أمتنا العربية لكن الدول الأربع موقفها الشجاع حد بالفعل بصورة كبيرة من امتداد مخاطر ذلك الإرهاب الأسود رئيس مجلس إدارة وتحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط علي حسن كنت معنا مباشرة من القاهرة شكرا جزيلا لك